الخاص الآن يا أمين اللجنة الدولية الأولمبية تقول بأن هذه أنثى تواجه نساء وسيدات المتحدث باسم الأولمبياد قالهم يجب أن نرفع اللبس هذه ليست لا متحولة جنسيا ولا رجل يواجه نساء وإنما هي أنثى ولدت أنثى وعاشت أنثى وفي جواز سفرها أنثى وستبقى أنثى إلى الأبد يعني ماذا يريدون الآن؟ شوف عمد نشرنا صورها وأنا الإعلام الغربي ولا الأبواق الغربية ولا الشخصيات الغربية والله ما تغيضني منهم تغيضني من بعض العرب وحتى من بعض الجزائريين هاي طفلة صغيرة؟ نعم طفلة عادية طفلة عادية طفلة حتى كتشوفها الآن محمد والله غير مراضي الإنسان يفرق بين المرأة طفلة عادية جدا علاش هذه اللبس هذه داروها محمد قتلك الجزائر دائما عندها مشاكل في فرنسا عندها مشاكل مع الغرب بصفة عمقتي أنا والله ما تغيضني من عند الغرب لأنه موقفهم باين من نحن ما يحبوناش والجامع يعلم لماذا المشكل في بعض بني جلدتنا ممن يحسبون على أنهم عرب وحتى جزائريين كين جزائريين لخرجوا سنده الإيطالية ضد بنت بلادهم لذلك أنا أوجه هذا النداء لإيمان خليف إذا كان عندها فرط في هرمون تيستوستيرون أو هرمون الرجولة كما يسمى من فضلك يا إيمان خليف حين تعودين إلى الجزائر تبرعي ببعض هذه الهرمونات إلى من يدعون أنهم رجال لأنهم بحاجة ماسة إلى هذا الهرمون لأنهم ليسوا رجالا بكل ما تعني الكلمة من معنى أنك تخلي بنت بلادك أنت ليه هجمها العالم كله وأن تتساند الإيطالية فأنت نذل نذل ولكن كين كلمة أكثر من نذل نقدر نقولها ولا غير نقولها نذل عليك أن تعيد كل حساباتك وعليك أن تعيد مفهوم الرجولة في دماغك نحن نريد أن يتحلوا بأذنى قدر من العدالة أذنى قدر من الأمانة في نقل المعلومة أنت عندما تتنمر هكذا على بطلة رياضية وترجمها بالغيب من دون علم ومن دون دليل هل المرأة لديها عائلة لديها أصدقاء لديها أقارب لديها مشجعين يشجعونها أنت تسبب لها الآن أذى النفسي كبير واليوم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حمد وهو بالمناسبة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية قال أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا واضحا وقويا لصالح بطلتنا إيمان خليف لكن الهجمات تتواصل وقال بأن لن نسكت وتم اليوم أيضا مراسلة الاتحاد أو اللجنة الدولية الأولمبية مجددا ولن نسمح لأي كان بيئة المساس بشخصها أو الضغط عليها أو التلاعب بمشاعرها لغرض التأثير عليها يعني هذه الآن يجب أن تمنح ميدالية قبل أن تواصل النزالات لأن حجم الضغط المفروض عليها يعني تفتح مواقع التواصل الاجتماعي أو تفتح مواقع الأنترنت اسم إيمان خليف على كل لسان وفي كل موقع وفي كل الحصص تلفزيونية شوفها في آخر فمينة ومينة ساعة إيمان خليف هي أشهر شخصية في العالم أرجعها أشهر شخصية في العالم يعني هذه إمرأة حديدية تحبيت أسمع تحبيت سئلها من جهة أخرى ربي سبحانه ردها أشهر شخصية في العالم وهذا الأمر هم يريدون أن يمارسوا الضغط عليها وخرجواها من التركيز تها بس هما هما على بالهم بالإعلام الغربي والغرب بس فأما على بلهم بالهم بالي بنتحة مديدور على بلهم هي تنجم تدير مديدور وتسيطر على الوزن هذا تسيطر عليه بنتحة كم لسيزن على بلهم بالقدرات تها على بلهم الإمكانية تها حبوا تضغطوا عليها حبوا يلعبوا لها على تركيز تها حبوا يخرجوها من المنافسة أنا نبدلها نصيحة لا ترى ما وقعتها ما تقدرش الأمر ما تقدرش الآن ما تحلش الهاتف ما تقدرها تفشفنا صورها وشفنا فيديوهاتها ما رايش سامع ما تقدرنا أمين تقول لي ما رايش سامع تتأخر أمين أنا دبلام كل مدنة أنا درتلي جزء الأمبيك ونعرف كي واحد يخرجك من تركيز تحرك شو صعب باش تعود تولي تركيز تحرك لازم تبقى مركز نركز تور بتور كومبا بكمبا ما نفتحش مواقع التواصل الاجتماعي عندي تحب تتاصل بالآل تاحا عندها الواتساب والفايبر تتاصل بهم بس حب باش تخل الفيسبوك والمواقع هدوما اللي يحطوا فيهم هدوما الإشاءات وهدو يحوسوا يخسروا لها السمعة تاحا وحبوا يشوفوا لها الشخصية تاحا أنا نبتل هاني ده تبقى مركزة في الوبجيكتيف اللي راح تعليه وبربي إن شاء الله في فرنسا إن شاء الله راح نسمع الناشد الوطني إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أمين مثل ما قالك عمر بن يخلف ولكن صعب جدا أن البطلة تعيش بمعزل عن المجتمع تعيش بمعزل عن الرياضيين الآخرين تعيش بمعزل عن مواقع التواصل الاجتماعي تفتح الهاتف تلقى إيمان خليف تفتح تليفزيون إيمان خليف تفتح جريدة إيمان خليف اسمها صار يتكرر مرارا وتكرارا أمين إن شاء الله إن شاء الله لا تتأثر بمثل هذه الحمالات لا إن شاء الله أنا ما ألف نشوفها نتباحها سواء كملاكي مولا في تصريحاتها في تصريحاتها عندها شخصية قوية جدا كانت تحدثت عن هذا الأمر قبل الألعاب الأولمبية قالت أنه انتقادات في بعض الأحيان لا تؤثر فيها ولكن بالعكس تتغذى من هذه الانتقادات تجعلها دوافع هذه الكلمة التي استعملتها قالت أن نحول الانتقادات إلى دوافع دائما وحوافز باش نزيد نتقدم وحتى الفيديوات أني يشاهدون في القرية الأولمبية راي عايشة حياتها عادي بصفة طبيعية إن شاء الله تكون في أعلى تركيز إن شاء الله من نزال آخر تفوز بكل نزالات وأفضل رد قلناها هو ميضالية لما لا تكون ذهبية حتى تخرس كل هذه الأفواه بمجرد نهاية الأولمبياد راي يعودوا اللي يطالبوا بحقوق الشواذ المثليين وحقوق تحول الجنسي ضكة ضكة عندهم في المدارس تحهم الأطفال الصغار يجيبهم يقولون لهم اختاروا إذا تطفل جيبوا تقولوا اختار إذا تكون راجل ولا تكون مرأة ولا تكون بين وبين ولا تكون حاجة وحدة وخرى تقدر تكون قطر ولا مالباليش تقدر تكون تختار عادة مجتمع رذيلة مجتمع يغرق في مستنقعات الرذيلة ما عندهوش حق يحكي على إيمان خليف مثلا إيطاليا والجميع يعلم أنه إيطاليا حتى ربي سبحانه خلالهم قرية في إيطاليا قعدة كما يقولون عبرة للعالم كله مدينة بومباي في إيطاليا التي كانت معروفة ومشهورة عبر التاريخ بممارستها لكل أنواع رذيلة بكل تفتح وفي الشوارع وأمام الله وأمام خلقه إلى يومنا هذا أصبحت مزارا للسوريا ترامب ما دخلوه في الموضوع أمام شوف ترامب مع محمد معروف أنه يعادي يعادي الفكر الشواث ضد هذه المثلية الجنسية ولكن في هذه القضية ما قاسها كما نقوله نورمال مو عنده المستشارين كانوا على الأقل يكلفوا أنفسهم عن البحث لمدة ربع ساعة فقط في الأنترنت يعرفوا القضية وما فيها يعرفوا باللجنة الأولمبية مستحيل تخليك تدخل الألعاب الأولمبية وتم اشتسج الفحوصات الطبية لقلك لهم عمار هنا ما كان شاعد يتسنع ركب الموجة هو أيضا لأنه الآن رف يحمل رف يحمل انتخابية رف يحمل انتخابي حوصلة أدن ترامب كان انتقد بشدة حفلة حفل الافتتاح محمد هذاك أكبر فاضيحة رياضية عبر التاريخ شوف حفل حفل تعشاواذ حفل استهزء كل حفلة تعودوا اللي ينتحدى أي واحد كل حفلات افتتاح الألعاب الأولمبية معمرها برموز شيطانية ومعمرها برموز المسونية ومعمرها برموز شاواذ ومروز رموز تغيير الفطرة الإنسانية كما خلقها ربي سبحانه لأنه ما تستغربش ولكن هذا الحفل تع فرنسا تجاوز بكل الحدود على بك بل يستهزاوا بسيدنا عيسى لو حت للعشاء الأخير لاست سابر واسمها بلونجلي جابوا شاواذ وعودوا مثلو يستهزاوا بسيدنا عيسى الشاذ داروه زيما هو سيدنا عيسى استهزا بسيدنا عيسى عليه السلام ثم بعد ذلك قدموا أتذارتهم مش قدموا تدرتها خلاص تدرتها علاش دايمن نفس الحكاية دايمن نفس الرسائل الشيطانية الشيطان دايمن حاضروا حاول تشوف الحفلة تلقى الشيطان دايرين ودايرين الموجسمت على الشيطان بطريقة عادية بطريقة عادية فرنسا محمد فرنسا معروفة بأنها مهد المسونية وبأنها أكبر بلد داعم لتغيير الفطرة البشرية كل حاجة خامجة أسمحوا لي على الكلمة هذه كل حاجة خامجة تلقاهم يدعموا فيها وتلقاهم يعطوها دفع ويدعموها سواء ماديا أو معنويا ولا حتى عسكريا يروجولها نعم هناك حملة تنمر كبيرة مثل ما قلنا على إيمان خليف ولكن في المقابل كانت هناك حملة أخرى قادها الشباب الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي وسندهم الكثير من الأبطال العالميين أمين هناك أبطال في رياضات قتالية دعم إيمان خليف